وبمناسبة اليوم العالمي للتطوع وجهت السيدة انتصار السيسي قرينة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحية للمواطنين الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل وده بمناسبة اليوم العالمي للتطوع سيدة انتصار السيسي قالت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك نصا تحية الى كل اياد الخير في مصر الذين يعملون ليلا ونهارا لبناء وطنهم دون انتظار مقابل انني اتوجه اليكم في اليوم العالمي للتطوع بكل الشكر والتقدير فانتم امل مصر ومستقبلها هنا تنتهي يمكن تهنئة السيدة سارسيسي قرينة فخامة الرئيس وبالمناسبة فعلا التطوع هو انك طول الوقت بتدي من وقتك ومن حياتك ومن افكارك ومن مجهودك طول الوقت دون انتظار اي مقابل مادي خالص انت كل اللي انت عايزه انه المجتمع ده يبقى افضل المجتمع ده يبقى احسن المجتمع ده يتطور ويصل الى اعلى درجات التطور في المجتمعات البشرية كلها علشان كده تاني وبعده عايزك تضيف ده بعد اذن حضرتك لمسألة فلسفات الجمهورية الجديدة فكرة الجمهورية الجديدة كفكرة كبيرة شاملة جامعة ايه فكرة ثقافة التطوع فكرة انه انت تعطي الوطن طول الوقت فكانت حياة كريمة على سبيل المثال يعني ما تلوتي تقعد تفكر حياة كريمة دي اللي تغير من حياة 58 ولا 59 ولا 60 مليون مواطن يمكن عند انتهاء مرحلتها النهائية اللي قايم عليها شباب ومتطوعين زي كده اللي عملوا مؤتمر شرم الشيخ كوب 27 ما تنساش القصة دي بالمناسبة يعني مش عايزك تعتبر انه كوب 27 مشيخ خلص فخلاص لا انت بتتكلم على شبان قاموا بجهد العالم حياهم عليه تطوعا حياة كريمة تغير من حياة تقريبا 60 مليون مواطن بقدين ايه متطوعين شكرا